فيها ناس راح تزعل فيها ناس راح تنبسط فيها ناس راح يزيد زعلها وانا دايما عندي مبدأ اذا انا صاحبة حق وقعد اتكلم بعقلانية اللي يبي يزعل على قولة لهجتنا الكويتية زعل بو يعل واللي يبي يتناقش ويكون شخصية محترمة ويقعد يتكلم بما يليق الادب والاحترام وعموما ترى كل واحد يعني يبادر بقلة ادب هو قع يعكس تربيته فتخيله وهذا انسان او انسانة تكون مو متربيه شوف عاد شنو النش اللي يطلع من تحت ايدهم في ناس واحد جديد